السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات العزيزات طالبات الصف العاشر سوف نتحدث اليوم عن مهارة الكتابة الخاصة بالوحدة السادسة ولكن قبل التعرف على عنوان الدرس عليك الاستغفار طالبات العزيزة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم الشباب والحرية الشخصية أهداف درسنا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكتب تغريدة مراعيا قطوات كتابتها يضع مخططا لكتابة المقال يجمع معلومات وأدلة مناسبة لمحاور المقال هيا بنا لنقوم بقراءة رأس الموضوع من مصدر التعلم الجزء الأول أولا تنتشر في المجتمع زواهر متعددة وتنشأ بين أفراده حوارات شخصية من خلال توظيف التكنولوجيا التغريدات في تويتر أكتب تغريدة حول ظاهرة تقليد الشباب للغرب في بعض المجالات من باب الحرية الشخصية من هذه الظواهر يا ابنتي العزيزة ظاهرة التهور والطيش في قيادة السيارات ظاهرة التقليد الأعمى في اللباس ظاهرة القزع وهو حلق بعد شعر الرأس وترك بعدك كما ترين في الصورة الملحقة التغريدة موقع تواصل اجتماعي يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح المستخدمي بإرسال تغريدات بهدف الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين ما خطوات كتابة التغريدة؟ أولا نابد من تحديد الفكرة العامة للتغريدة ثم مراعاة توزيف الأدلة حسب الموقف والتعليق في صلب الموضوع مع الرد على التعليقات الأخرى تحتها مباشرة والالتزام بعدد الحروف الكلمات التي يسمح بيها للتغريدة الواحدة والآن هيا بالتغريدة المطلوب انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة داخيلة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية فأصبحنا نرى بعض الشباب يقلدون الغرب الغرب بلباسهم فيترقون ما أنعم الله عليهم من نعم ويرتدون الثياب الممزق تقليدا أعمال الغرب وليتهم اكتفوا بذلك بل أخذوا يتصابقون في حلاقة شعر رأسهم بأشكال غريبة ومنفرة وهذا كله مخالف بتعاليم ديننا الحنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه ثانيا من حين لآخر تطرق على المجتمع ظواهر لم تكن موجودة من قبل لا تتناسب تقاليد المجتمع بدعوة الحرية الشخصية تخير إحدى هذه الظواهر ويكتب فيها مبينا آثارها السلبية وما يجب على المجتمع والأفراد لمواجئتها مراعين السلامة اللغوية وعلامات الترقيم وأدوات الربط لا بد لك طالبة العزيزة من الاستعانة بمصادر معلومات مختلفة لرصد الظاهر والاستعانة بمصادر مناسبة لجمع بعض الأدلة النقلية والحقائق حول الموضوع ضعي مخططا لموضوعك مراعية الهيكل العام الموضوع حديد الجمهور أو المطلقي الذي ستوجه إليه رسالتك وظف استراتيجيات الإقناع المختلفة وظف أساليب بلاغية مختلفة للتأثير في المطلق هيا بنا نشاهد الفيديو التالي لمعرفة المعلومات المرادة في النص ما هي حدود حرية المسلم الشخصية؟ الحمد لله ذا سؤال عريض كبير والعصر الذي نحن فيه عصر الحريات يعني ربما يجاب عن السؤال بكلمات موجزة لأن تطوير الكلام فيه قد لا يكون له حد يتناسب مع الحص المؤمن حريته في توحيده لله تبارك وتعالى حريته في توحيده لله تبارك وتعالى وأفرده بالعبادة فهذه حريته غير المؤمنين وإن زعم أنه يتمتع بالحرية الشخصية فهو عبد لأهوائه وعبد لشهواته وعبد لديناره ولدرهمه وللتقليد وربما شيخ لأشخاص مثله وهذا ذكره الله تعالى في قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا فالعصر الذي نحن فيه الناس يزعمون أنه أحرار أنت تسأله تقوله هل تملك أجلك هل تملك رزقك هل تملك أن تكون أسود أو أبيض أو أصمر أو أشقر هل تملك لون شعارك هل تملك طول قامتك هذا الذي لم فيكاك لك عنه ينبئك بأن حريتك المزعومة أكذوبة كبرى ولذلك ويرأي الحرية حتى الذين يزعمون أنهم يتمتعون بالحرية الشخصية هم لا يتمتعون بالحرية الشخصية حرية المسلمي محدودة ثابتة وحرية غير المسلمين حرية رجراجة اليوم عندهم حرية قدهاك وده عندهم حرية قدهاك ومن الغد عندهم حرية هكذا ما حيث نحن معروفة تزيمي الأوامر فعلي الأوامر اشتني بالنواهي لك أن تفعل المباحات إذا اضطررت عندك الرخص عندك خبر وربك تصدقه هذه حريتك وحريتك معروفة خلاص سلفا أما حرية غيرك تضيق وتتسئه حسب الأعراف لماذا؟ لأن قوانينهم يرجعوا فيها إلى العرف فما ساد قننوه أما نحن فلا نقنن ما جاء بالعرف رباني يا سبحان الله نحن نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وهو خالق الكوني نعم هناك أمور تدخل فيها الأعراف هناك أمور تدخل فيها الأعراف ولكنها لم تصادم الشرع هذه حريتنا فنحن المسلمين نحن الأحرار نحن الذين تمرعوا بالحرية الشخصية والعالم اليوم يعتمدوا للحرية الحرية الشخصية لكنها أكذوبة كبرى وضلالة عظمى في عالم اليوم وهذه حرية المسلمة الحمد لله من خلال مقطع الفيديو أجب عن الأسئلة الأتيمة ما هي حدود حرية المسلمة ثانيا اربط بين مفهوم الحرية والعادات والتقاليد ثالثا ما هي سلبيات مفهوم الحرية الشخصية أحسنت يا ابنة نتعرف على بعض الظواهر التي يقلل فيها الشباب الغرب من هذه الظواهر الجديدة التي ترأت على مجتمعنا الزواج عبر الإنترنت التفحيد السرعة الجنونية حرية المعتقد واللباس غير المحتشم وفصل الدين عن الدولة ما الأفكار التي يمكن أن نكتب فيها حول هذا الموضوع اكتب سلبية واحدة لظاهرة تختارينها من الظواهر السابقة هيا بناء يا ابنة العزيزة نتعرف على الهيكل البنائي للمقال يتكون المقال من مقدمة وعرض وخاتف المقدمة هي عبارة عن فقرة افتتاحية تمهد للموضوع هذه الفقرة هي فقرة قصيرة ومختصرة وتعرف الظاهرة سوف نتناول فيها تعريف الحرية وأيضا تحديد الفئة المستهدفة في المقال وهي فئة الشبهة ثم العرض ويجتمل على فقرات شارحة للظاهرة وأسبابها وآثارها والحلول المقترحة مؤيدا بالأدلة والحجج والبراهيم إذن ستناول عناصر خمسة هي الظاهرة أسباب الظاهرة والأدلة والحجج والمقترحات وأيضا الآثار ثم الخاتمة وفي الخاتمة هي عبارة عن فقرة قصيرة تلخص ما جاء في المقال وتؤكد تقدم حلولا للظاهرة ويظهر فيها رأي الكاذب المقدمة كما قلنا تعريف الحرية ماذا نعني بالحرية؟ الحرية هي إرادة الإنسان الكاملة في اختيار ما يريده في حياته دون إجبار من أحد شريطة عدم إنحاق الضرر بنفسه أو بغيره الحرية في الإسلام قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغريط وما تزال كلمة الفاروق عمر رضي الله عنه حينما قال متى استعبدت من ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا خالدة عبر السنين تطرق مسامع الظالمين وتؤرق مضاجع المستكبرين في الأرض ثم العرض نتناول فيه الظاهرة وأزبادها الظاهرة التي سوف نقوم بتناولها هي تقليل الشباب للغرب والمتمثلة في أمور عدة كاللباس الغربي المنافي لتعاليم ديننا وقيمنا السامية أسباب انتشار هذه الظاهرة ابتعاد بعض أفراد المجتمع عن تعاليم الدين الإسلامي أيضا الدور السلبي لوسائل الإعلام المختلفة وأيضا الإحساس بأن هذا النباس أكثر جاذبية ومواكبة للعصر ونكمل أجزاء العرض من الآثار والحلول المقترحة والدليل من الآثار السلبية للظاهرة تمسو الهوية الوطنية وإلغاء التفكير تماما التأثير على النزعة الدينية وإتباع السفهاء فيما يقولون ويقالون أما الحل المقترحة تقوية الوازع الديني وتوجيه الوالدين لتربية الأبناء تربية سليمة أيضا فتح باب الحوار بين الأهل والأبناء وتغديم النصح للشباب والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الدليل في السابق من تشبه بقوم فهو هيا بنا نقوم بكتابة المقال هذه ما رحل كتابة المقال أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر